أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خالص تقديره لجهود الرئيس عبدالفتح السيسي الشخصية خلال الأسبوع الماضية لتهيئة الظروف لنباح اقتماع العقبة بالأردن بين كبار المسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن والولايات المتحدة وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفن أن الولايات المتحدة ستواصل المشاركة مع جميع الأطراف خلال الأسبوع المقبلة بما في ذلك خلال اقتماع المتابعة في مارس المقبل بشارم الشيخة كما أشار سوليفن إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوع منذ سنوات ونتج عنه بيان العقبة مع الكزامات حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بوقف التصعيد ومنع المزيد من العنفة